السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير النهاردة بداية شهر رمضان الكريم النهاردة بداية حلقاتنا معلومة فزورة معلومة فزورة هم هيكونوا 30 معلومة و30 فزورة التلاتين فزورة ان شاء الله بإذن الله اللي هيحلهم واللي هيتفاعل مع كل فيديو هينزل ان شاء الله بإذن الله سيتم اختيار 3 أشخاص مع نهاية الشهر الكريم وهيكونوا من ضمن فريق الدعم لقناة لو نفسك تخص على اليوتيوب وكمان هياخدوا التيشيرت اللي عليه لوجو القناة وكمان باجي القناة وكمان إن شاء الله بإذن الله هياخدوا المج اللي عليه قناة لو نفسك تخص إن شاء الله على اليوتيوب أول معلومة النهاردة هنقولها لك اللي هي مفروض ان الوجبة المفتوحة الوجبة المفتوحة الناس عندهم أفكار متضربة في الوجبة المفتوحة يعني أكل فيها كل اللي أنا عايزه؟ يعني على قد ما أقدر ألحى أكل أكل أي حاجة وخلاص؟ لا لازم تبقى عارف ان كل بني آدم أو كل شخص ليه سعراته الحرارية المطلوبة خلال اليوم واللي بيطلبها الجسم منك علشان خاطر يقوم بالوظائف الحيوية للجسم من حركة القلب والكبد والحركات الداخلية والرئة والجهاز الحرقي وكل حاجة يعني الباور بتاعتك أو مصادر الطاقة بتاعتك اللي بيحتاجها الجسم الأشخاص العاديين متوسط السعرات الحرارية للرجال حوالي 2500 سعر حراري متوسط السعرات الحرارية للسيدات حوالي 2000 سعر حراري عندك الوجبة المفتوحة وعندك الصحور الوجبة المفتوحة يعني ان انت بتشيل منها الصحور يعني لو عندك 2000 سعر حراري بتشيل منها حوالي 400 سعر حراري بتاع الصحور وبيتبقالك حوالي 1600 سعر حراري 1600 سعر حراري بتلعب فيهم في وجبة الفطار المفتوحة يعني الناس اللي بتاخد كوباية الخشاف مثلا كوباية متوسطة زي دي من الخشاف متوسط سعر صعر الكوباية من الخشاف اللي هي بتتكون من زبيب وتين مجفف ومش مش مجفف وتمر وسكريات حوالي 500 سعر حراري الناس اللي بتاخد كطعتين ثلاثة كنافة متوسط سعر صعر الحراري للقطع الوحدة حوالي 400 سعر حراري يعني 1200 و500 يعني 1700 سعر حراري انا كل دا ولسه مكلتش انا كل دا بحلي بس انا كل دا لسه بسخم وبالتالي بتلاقي الاشخاص دول عدوا السعرات الحرارية المطلوبة منهم اصلا من قبل ما يكلوا الواجبة المفتوحة علشان كده بقولك خد بالك خد بالك ان انت برضو لازم تبقى حاسب السعرات الحرارية اللي انت بتاكلها خلال الواجبة المفتوحة وما تفتحش قوي كباية الطمر بالحليب افضل وهتلاقيها متوسط سعراتها الحرارية حوالي 150 سعر حراري بدل ما تاكل كمية حلويات كتيرة عندك الفكهة هتفيدك اكتر وهتخليك ان انت بجد مبسوط من نفسك وخفيف اختيارك للاكل والفطار ان انت لما هتلاقي مثلا قدامك الفراخ تقدر ان انت تاكلها محمرة في الزيت او تاكلها ان هي متحمرة في الفرن هتكون افضل وصعراتها اقل وكمان هتشبع هتلاقي الجسم نشيط هتعرف تنزل تأدي العبادة بتاعتك بشكل نشيط لكن لو اكلت كتير هتلاقي نفسك جسمك افل عليك وتحس النور ضلم وتلاقي نفسك وقعت وتخش تنام تصح تلاقي نفسك ماما بتصحيك عشان تتصحر الفزورة النهاردة ما هو متوسط السعرات الحرية في كوباية الخشاف كل سلام طيبين ورمضان كريم